اشتركوا في القناة مفردات الانشاء الاسناد الانشائي وهو الذي لا يحكي واقعا سوى ما ابنت انت من مراد فتمام واقع الانشاء هو خصوص ما وصل الى المخاطب من لفظك بحيث انت انشأت واقعه واوجدته ولا واقع له سواه وانت تخبر عنه وبهذا افترق الاسناد الخبري عن الاسناد الانشائي ذاك لم توجده انت ولم تنشئه انت ذاك تخبر عنه انت فهو واقعه الموجود وانت محيط خبرة خبرة به فانت مخبر عن واقع في الخارج بالانشاء لا تمام الواقع هو ما بينت انت من لفظك فانت اوجدت واقعه المدعى انتهى وله مفردات يؤتى به عبرها وقسمناه الى طلبي وغير طلبي غير الطلبي بيناه كالمدح والذم والفاظ العقود ولا بحث لنا فيها هذا تلخيص ولا بحث لنا فيها بداهة ان الانشاء غير الطلبي ان الانشاء غير الطلبي اذا بحثناه من جهة الفاظه فهو داخل في الاخبار وان بحثناه من جهة مضمونه فهو داخل في الانشاء وبحثنا المعمق ينبغي ان يكون في الانشاء الطلبي قلنا موارد الطلب في الانشاء كثيرة كثيرة يطلب به معلومة فذاك الاستفهام ويطلب به اقبال فذاك النداء ويطلب به فعل على عاطق المكلف وفي ذمته يرسل اليه ويبعث نحوه فهو الامر ويزجر عنه وهو النهي الان درسنا جديد منهم بلاش كنا ذكرنا عن الامر وقلت لك ان الامر بحثنا فيه كان في مادته وهيئته وانتهى مطلبنا الى ان الان الامر يعني طلبا موضوعا على عاطقك تبعث اليه انت ويظهر منه الوجوب هذه الزيادة في الاصول انا ارسلتك نحو امر ارسلتك بعثتك بيبقى هذا البعث وجوب ولا رجحان واستحباب هذا شيء اخر يعني هوني بينصار الى السؤال ما هو الظاهر من لفظة الامر وهيئتها الوجوب او مطلق الطلب او الاستحباب قلنا ظاهرة في الوجوب الان وحتى يكون الطلب هذا امرا يجب ان يكون من عال او مستعلين وان خرجنا عن ظاهره فالى مقتضى الحال تم تم المطلب ويكون امر ويكون الامر بلفظه غير ذلك في معناه كأن يكون في مقامات النصيحة والتحدي وفي مقامات التهديد وفي مقامات الاسترحام النهي ما هو هذا الامر عرفناه فهمناه فما هو النهي النهي زجر يلقى على عاطق المكلف عفوا على عاطق المخاطب يلقى على عاطق المخاطب فيزجر عما هو فيه من قصده الى الممنوع يسمى نهيا والنهي لا يتحقق الا باعدام افراده واضح؟ هذا هو النهي الفاظه كثيرة ايضا منها لا ناهية منها نهيتك منها لا ارضاه لك الى اخره لكن هذه ام الباب لا ناهية ناهية لكن لطالما وجدنا طبعا والنهي يا اخي والنهي ايضا يشترط فيه ان يكون من سلطة من سلطة حتى يتسمى بالنهي الاولوية حق السلطة ليش الاولوية هو سلطة اذا يكون من امر الامر ويكون من نهي ويكون من ناهي هذا نشترط فيه ان يكون عاليا او مستعليا السلام ورحمة الله نشترط فيه العلو الحقيقي او الادعائي او الادعائي وان لم يكن كذلك واتي بظاهره على ما هو عليه من نهي فهو من مقتضيات الحال ولطالما نستخدم النهي ولا نريده ولطالما يستخدم في مقامات الاسترحام وفي مقامات الاستضعاف وفي مقامات الترجي ربنا لا تآخذنا ان نسينا او اخطأنا ها انت ذا تستعمل النهي ولا تريده ومن انا يا ربي وما انا يا ربي وما خطري حتى انها واوجه نهيا الى المولى عز وجل وانا الضعيف الحقير اذا ربنا لا تآخذنا ان نسينا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبل وموارده كثيرة وان كان لمثيل لك وند فهو التماس فهو التماس واضح ان شاء الله جيد اذا النهي نهي ان صدر من اعلى وان صدر من مساوى ند فالتمس ومساوى وان صدر من ادنى فدعاء وتمسكن ورجاء وماشي تعبير اقول جامع هذه الامور في النهي كجامعها في الامر في الامر جعل على عاطقه يحمل ثوبا مضمونا يؤدى بهيئة واحدة بهيئة واحدة يعني الاب عندما يتكلم مع ولده غير الصغير عندما يتكلم مع الكبير غيره بالمضمون اما بالشكل واحد فالامر والنهي يتساوقان في الشرط وفي الهيئة وفي المضمون طبعا مش بالمعنى وين النهي عن الامر ذلك طلب وهذا زجر على كل حال ونخرج احيانا شوفوا يا احباب نخرج احيانا حتى عن مقامات النهي بالمرة شو يد نهي يعني يعني مثلا بالامر كنت قلت لك انك احيانا تستخدم لفظة الامر ولا تريد طلبا ابدا من قبيل فعل ما بدا لك افعل ما بدا لك مثلا او من قبيل اقضي ما انت قاض تهديد او توبيخ او تحقير او هذا لم يعد هناك من طلب ابد انت في مقام الدعاء تطلب الطلب ما زال قائما في مقام الاسترحام تطلب اليس كذلك رب ارحمني صريعا اذا رب ارحمني طلب لكن ليس امرا وفي مقامات الالتماس طلب ليس امرا في مقامات النهي زجر من العالي ومن المساوي بل ومن المتدني واحيانا نخرج عن مقامات النهي والزجر ابدا ابدا كما خرجنا عنها في مقامات الامر والموارد هي الموارد والموارد هي الموارد من مواردها قوله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم شو بتحب تسميها هذي نصيحة ارشاد قوله لا هي اكثر من هذا هي تحذير قولها بأس حسب تفسير الاية الشريفة يظهر منها والله العالم انها في مقام النصح في مقام الارشادي والنصح لا تسألوا عن اشياء انت غير غير مذموم ان سألت عنها في المطلق لكن انت والموارد لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم يعني لا تعتني بما لم يعنك به الله عز وجل كن بما تعنى مهتما هذه نصائح ولا طلب فيها عفوا ولا نهي فيها نهي بالمعنى قد يكون في مقام التهديد تهديد لا تحسب ان الله غافلا عما يفعل او يعمل الظالمون كأنه تهديد مثلا او انذر ايضا ما تشاء وانت والموارد وهي كثيرة ولا تنحصر بهذه بهذه العناوين احيانا يظهر انك في مقام في مقام الاحباط او التحبيط تيئيس مثلا 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 لا تعتذر اليوم استجيروا بالله يخاطب قوما مجرمين لا تعتذر اليوم فقد كفرتم او قد كفرتم بعد ايمانكم هذا لأي معنى النهي هذا مش نهي بمعنى الزاجر هذا قد يكون في مقام انباء بإحباط او تيئيس او ما تشاء عبر لو قال المعلم او الاب لولده لا تدرس مثل ما استعمل الواحد مع الابن مثلا الصغير كذا شو تقول له تقول له خليك لا تدرس ولا تلتفت ولا تلتزم ولا هذا عمينها عن جد عمينها لا مش عمينها بيهدد مثلا محمكم الله واحيانا يكون منبئا عن ذنب فتنصح بتسميه انت في مقام الكراهة مثلا مثلا لا تطل جلوسك عند المريض قردا شو معنات هذا لا تطل جلوسك عند المريض مش نهي عن الجلوس عن الإطالة ممكن يكون نهي حقيقة وممكن يكون نصح وممكن يكون كراهة وأنت والموارد ومن تخاطب وقد يقول بمعنى الإتناس لإتناس كقوله تعالى حاكيا تطمينا للسيدة أم موسى لا تخافي ولا تحزني عما ينهاها ربنا عز وجل وهو في مقام البشارات لها شو بتحب تسميه هذا المورد لا تخافي لا تحزني أو كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا عن أي مورد يكون هذا الكلام ظاهر والله العالم أنه يكون في مقام الأنس أو في مقام حسن الاعتماد في مقام الأمان ما تشاء يسميه المصنف الكريم بالإتناس بالإتناس جيد ومن الموارد إهانة ما يكون إهانة من قبيل مثلا لا تطلب العلا حتى يعبر عن باقيه بما يناسب لا تطلب العلا فلست من أهله مثلا مثلا لا تفعل الخير فإنه له أهلا له أهل لا يتمكن كل أحد من فعلي هذا في مقام لهانات الحقير لو قلت لحد لا تفعل الخير فإن للخير أهلا مثلا أنت لا تنهى حقيقة أنت لا تزجره وكيف تكون في مقام الزجر وأنت تزجر عن خير فأنت لست في هذا المناط أصلا لست في هذا المقام أبدا تم إذن صار لنا مفردان أو مفردتان من مفردات وأساليب الإنشاء لإسناد الإنشاء العمر والنهي ثم الاستفهام الاستفهام لماذا كان من أقسام الإنشاء الطلبي لأنه طلب معلوم طلب مجهول أنت تطلب مجهولا فتسأل هل كيف أين متى من ما إلى آخره كل استفهاميات أيان فأنت تطلب بلا شك ولذا جوابك يعني ولذا تعطى جوابا من المخاطب بما يناسب السؤال فيشفيك ويرويك هل جاء زيد نعم أو لا ولا يكرر لك الكلام أيان تنجز فيها قوله قد عشرت فيك آمالي وما تلده عشرت وفيها وفيها يقول إن كان هذه الأدوات وما يُعادلها وما يُعادلها استفهام وطلب فكانت من أقصام الإنشاء الطلبي الإنشاء الطلبي وهذا وهذا هو الطلب الانتقال إلى مجهول ليكون معلوما انتهى انتهى هذا ثوبه هذه حقيقته ولطالما وجدنا الاستفهام يخرج عن هذا الثوب لأثواب وأهداف أخرى ومنه الاستفهام الاستنكاري مثلا ومنه الحث مثلا الاستفهام الاستنكاري مثلا هكذا يصنع المؤمن ههذا من فعلك هل يجوز لك أن تفعل هذا أي صح منك ما ينسب إليك واستفهام بس استنكار وأن تدري فخرج عن كونه طلب معلوم طلب مجهول لا تعرفه وأنت تدري ولذا أنت تعنف تؤنب إذن هذا استنكار وقد يكون حثا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهذا المثال الكريم يصلح للموردين يصلح للحث والحض ويصلح أيضا لل الاستنكار وكيف فعلت هذا وهذا جزاء محمد في أمته في عطرته هكذا يجاز الأنبياء في ذرياتهم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهو أدنى مراتب الود مثلا وهل من فوارق وضوابط في استخدام أدوات الاستفهام بماذا تستفهم بمن أو عفوا عماذا تستفهم بمن وما وكيف ومتى يظهر لكم من معلوماتكم الوضوح فيها فإن متى زمانية وإن أين أشمل من الزمان والمكان فيسأل فيها أين لحظة أين موعدنا ويسأل يعني فيه متى بتصور بمعنى متى ويسأل فيها عن مكان فيقال أين أصلي يا صح وإن كان كثرة استخدامها في المكان أكثر ومن يسأل فيها عن عاقلين أكثر ما يسأل فيها عن غيرهم من يسأل فيها عن عاقلين أكثر مما يسأل فيها عن غيرهم وقد يجوز السؤال فيها عن غير العاقل وهو قلة في لغة العرب قلة حتى قال بعضهم لا يصح أن يسأل فيها عن غير العاقل لا يصح وقد نسب إلى المعظم صلى الله عليه وآله مثل هذا الجواب بين من وما ما أختها بالعكس ما أختها بالعكس يكثر السؤال فيها عن غير العاقلين وقد يسأل فيها عن عاقل وقال بعضهم لا يجوز أن يسأل فيها عن العاقل فنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون حسب جهنم قال بعضهم بعض العرب بعض المناوئين للمعظم صلى الله عليه وآله قد أخذنا محمدا ورب الكعبة فإنه يحكم على فإنه يحكم على المعبود والعابد بالنار ومن معبود الناس عيسى وهو نبي عنده ومن معبود الناس ملائكة فنحن نعبد الملائكة والنصارى يعبدون عيسى فإنكم وما تعبدون حسب جهنم فلما جاء معطرضا إلى المعظم صلى الله عليه وآله قال له ما أجهلك ما أجهلك بلغة قومك فإنما لغير العاقلين فإنما لغير العاقلين أنا ما قلت إنكم ومن تعبدون إنكم وما تعبدون لكن اعلم أنه يجوز استخدامهما في عكس ما ذكرنا عند ال اشتراك عند الاشتراك بين عاقلين وغير عاقلين كقولك أو كقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في العالم ومن ويسبح لله من في السماوات فعند الشراكة في المسؤول عنه بين عاقلين وسواهم يسأل به بأيهما فتستخدم من وتستخدم ما طبعا الميل إلى أن من للعاقلين كثرة وبلاغة إن لم يكن هناك شراكة مش أنه لا يجوز استخدامها في غيرها واعلم الآن في استعمالات البلاغة القصد من العاقلين حقيقة أو ادحاء ينقصد من كلمة العاقلين حقيقة أو ادحاء لأنه كثيرا ما يصلح التعبير بمن عن غير عاقلين متى يا أخي إذا نسب إلى هذا المسؤول عنه شيء من سمات العقلة مثاله مثلا من باب المثال إنما يصنعه أو إن من تعبدون لا ينفعون إن من تعبدون من الأصنام لا ينفعون ليش عبرت أنا بمن عبرت بمن إعطاءا للصنم دور العاقل المعبود عاقل وأي عاقل كما يفترض وضحت تماما كما كنت ذكرت لكم عن نون النسوة وعن إن هن 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 مثلا هن أم الكتاب وأخر متشابهات يتكلم المولى تعالى عن آيات في كتابه سبحانه فيقول هن أم الكتاب وأخر متشابهات كلمة هن تكون للعاقلين فاستخدامها بحق الآيات لأن الآيات أعطيت هنا صفة حاقلة وهي الأمومة هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أو مثل قوله تعالى إنهن أضللنا كثيرا أضللنا يعني تكون عن هادفين تكون عن قاصدين الإضلال كما الإهداء يكون عن قصد إنهن أضللنا كثيرا فنسبة الأمر إلي إلى نسبة السمة إلى غير العاقل يجعل منه ادعاء أنه عاقل فالإكثار بمن وما عفوا الاستخدام لمن وما في مثل هذه الموارد جائز وكثير جائز وكثير جائز وكثيرا أيان تكون للزمان ولا يسأل بها عن غيره كيف لا يسأل بها عن ذوات يسأل بها عن متعلقات وعن صفات جارية وعن صفات جارية كيف أين ذكرتها لك لما لما والله العالم ليست كلمة واحدة واحدة إنما هما ثنتان لما لما وكثرة استخدامها جعلتها كلمة واحدة على كل حال هي هي نفسها لماذا الاستفهام بما وذا اسم إشارة ما ذا ما هذا كثرت الاستخدام على قول جعلتها كلمة واحدة صارت ما ذا ولذا بيقول بالألفية هونيك عن ماذا يقول ومثل كذا ذا ما إذا لم تلغى في الكلام ما ذا إذا لم تلغى في الكلام يعني إذا ما عدتا كلمة واحدة إذا بقيت كلمتين أو بقيتا كلمتين لي ما إذن الما هي الاستفهامية واللي اللام هي التعليل يعني لأي شيء لأي شيء وأي أي ويسأل بها عن كل شيء أي 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 الرجلين أي المرأتين أي البابين أي السماء أي السماء أين أطوى السماء يعني بصير وهكذا فيسأل بها عن كل شيء أي وأي وأي تجدها تجدها كريمة جدا في أبواب اللغة وتجدها أداة تحيير للعلماء فأي الموصولة وأي الاستفهامية وأي النداء وأحكامها في البناء والإعراب تضطرب جدا حتى قال بعض النحات أي هكذا خلقت تعرب في غير المتوقع وتبنى في غير المتوقع وخاصة أي الموصولة حتى سئل عن ضوابط لإعرابها وبنائها قال الظاهر أن أي هكذا خلقت ولا يسأل الشيء عن علة خلقه عن ذاتيات وزوده أي هكذا خلقت يبقى لديك الهمزة وهل الهمزة وهل والهمزة دخولها في أبواب اللغة كثير لكن لبساطتها ولطافتها لا يشتبه الحال فيها فتكون ندائية أه أحسين هل وافاك جدك أحسين هل وافاك جدك هذه النداء وتكون لل الافتتاح أه لا ألا وتكون للاستفهام وتكون للاستفهام فماذا يراد بهمزة الاستفهام وهي أكثر الحروف الاستفهامية أو أكثر أدوات الاستفهام تداولا همزة الاستفهام ماذا يراد بها يا أخي يراد بها التعيين دائما يراد بها التعيين والتعيين لا يكون إلا في مورد الشك أو التخير وإنت متى تعين يا أخي أنت متى تطلب تعينا أنت تطلب تعينا إذا كنت مشتبها مترددا أو كنت محتارا وهذا المورد التعييني طارة يكون لخال الذهن بالمطلق ولمتردد أيضا برجعك شوي لغير البلاغة يعني طارة يطلب بها معلوم تصوري وطارة يطلب بها معلوم تصديقي فإذا كانت في مقامات الشاك المحض فهي في مقامات التصور أزيدونجا أم عمر أزيدونجا أم عمر وطارة يقصد بها الإثبات أم عمر زيدون تقول نعم أو تقول لا أنا أريد إيمان وأريد إرعان به الإنشاء لغة يعني لا استلاحا لغة لا استلاحا الإيجاد أنشأ أوجد أبدع يكونوا من عدم وعا فكرة واستعمالها الكتابي في القرآن المعظم موجود أنشأكم من الأرض نعم واصطلاحا يعني نحن البلاغيين وذا نحن البلاغيون شو بتقول تناصب نخص نخص أعني هذا بسمه الإختصاص لا لا بصر خبر الحكاية الحكاية تنقل خبر ما على ما هو عليه يعني تقول نحن العرب نحن المسلمين نحن الشيعة نحن النحويين يعني نحن نخص النحويين ونعنيهم واصطلاحا كلام لا يحتمل صدقا وها كنا حطينا مائز نحن بين الخبر والإنشاء وهو إن الخبر له واقع في الخارج وأنت تحيط به خبرة فتخبر أما الإنشاء فغاية واقعه هو إخبارك ولا واقع له سوى ما أنبأت أنت به وعليه وعليه لا يحتمل الصدق والكذب لا يحتمل الصدق والكذب ليه لأن الصدق والكذب هو وليد التطابق بين إخبارك وبين الواقع الذي لا يشوبه شك بين الواقع الذي هو على حاله على كل حال السماء فوقنا والأرض تحتنا لو أن أحدا تقد عكسا أو أخبر بغير الحق لما تبدل الواقع على تبدله وعلى قراره واعتقاده فالواقع على حاله يبقى اتصافه بالصدق بناء على التطابق بين ما أخبر والواقع أو اتصافه بالكذب قلنا هناك لذاته إذا كنتم تذكرون حتى تخرج كلام المولى سبحانه وتعالى فإنه قرآن عظيم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلبه وهو أخبار قل لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه لا لكونه إخبارا بل لكونه إعجازا ودليل صدق الآن نقول وإخبار المعصوم مثلا وهكذا الآن نقول الإنشاء من نتائج تعريفنا له أنه لا يحتمل الصدق والكذب الذي ذاته كيف يحتمل صدقا وكذبا ولا واقع حتى يطابقه أو لا يطابقه ما هو الواقع هل جاء زيد للي كذب بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما خبرتك جاء زيد من أين يأتي وهل يأتي من كان بيننا وبينه جناد وطراب منه مات يا أخي رحمه الله عرفني أنا ما أنا غاية ما سألتك عنه مجيء أو لا كتير الرجل ميت ومنذ زمن إذن لكننا نجد نجد أحيانا أخباء إنشاءات توصف بالكذب وصاحبها يوصف بالصادق أو بالكذب مثاله كما لو قال لك الفقير أعطني مالا أو لو قال لك أحد أعطني مالا فتقول أنت كاذب لك لا والله أنا رست كاذبا هو قال أعطني أعطني يعني أمر والأمر إنشاء والإنشاء لا يحتمل السلق والكذب على ما وصفته بالصدق أو بالكذب هذا بدك تحط معقيد لذاته الإنشاء لا يحتمل السلق والكذب لذاته مع غض نظر عن لوازمه باللازم بلى هذا المتكلم بالأمر أي بالإنشاء قد تكلم بما ظاهره إنشاء وبما واقعه خبر وهذا معنى قوله أعطني مالا فإني فقير أعطني مالا فإني أستحق أنت لما وصفته بعدم الصدق لاحظت فيه الجانب غير المنطوق له فإني فقير لأن لازم طلبه ومد اليد هو كونه فقير يلزم ولذا نشترط فيها لذات كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته نحو اغفر وارحم واعطني فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب وإنشئ تفقل في تعريف الإنشاء هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا طلفظت به فطلب الفعل في إفعال وطلب الكف في لا تفعل وطلب المحبوب في التمني وطلب الفهم في الاستفهام يعني العلم يعني الاستعلام وطلب لا سمه الفهم في الاستفهام لأنه بلحاظ المادة الاستفهام هو طلب الفهم لأنه كل ما كان المصدر على وزن استفعال ففيه طلب المادة أي مادة اللي بكون مقلب منها المصادر مثلاً استيطان استعمار استبسال استنزال كل أوزان المصادر هذه هي طلب لموادها الاستفهام هو طلب للفهم ومثله الاستعلام ومثله الاستعلام طلب للمادة وطلب الاقبال في النداء كل ذلك لا يحصل الا بنفس الصيغ المطلق بها شو أصدر المصنفهم هو ما ذكرته لك الانشاء لا يحكي واقعاً بل لا واقع له غاية واقعه هو تلفظك كذلك ذكرته لك اكثر من مرة واقعه هو ما عرفت من مرادي ولا واقع له في الخارج حتى يقاص عليه وينقسم الانشاء الى نوعين انشاء طلبي وانشاء غير طلبي فالانشاء غير طلبي هذا الترتيب غير مرتب تنصيق غير مرتب لكنه معذور في هذا لأنه اولا قسمه الى طلبي وهو الاهم وغير طلبي ثم شرع بما ينتهي بسرعة فالانشاء غير الطلبي سيذكره لك في اسطر وينهيه ويبتدئ بالانشاء المستطيل الانشاء المستطيل اللي هو الانشاء الطلبي فالانشاء غير الطلبي شو هو صار انت واضح لديك من مصطلح النحات من مصطلح البلاغيين انشاء فهمت معناته طلبي صرت فيه معناته وغير طلبي كذلك طلبوا ماذا طلبوا اقبال واستفهام وا 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 وغير الطلبي مثل المدح والذن وصيغ والعقود وغيرها ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب كيف عما تذكر هذا المعنى يعني لقد ابعدت مرماك كانت اوضح من هيك قبل شوي شو هذا لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب فضل ترجمنا اياها اهل ايه يعني الاستفهام عفوا الانشاء الطلبي اللي هو الاستفهام والنداء وغيره عند الطلب عند النطق اراد شيئا يطلب شيئا يطلب شيئا الانشاء غير الطلبي لا يطلب شيء ينشئ ولا يطلب اصلا نعم الرجل علي وبئسة المرأة هند وما فيها ما فيها ارادة شيء ولم تتعلق النفس بتحصيل شيء ويكون بصيغ المدح والذم مثل نعمة وبئس وحبذ ولا حبذ وصيغ العقود بعت اجرت اجرت اشتريت زوجت والمدح والقسم والله بالله والتعجب من قبيل ما اعظمها من مصيبة مصيبة ما اعظمها تعجب قتل الانسان ما اكفره وطبعا كنت ذكرت لكم في النحو ان التعجب هو عند خفاء السبب او ادعائه يعني خفاء السبب حقيقة فيتعجب والمتعجب او ادعاء ويجامع هذين المعنيين معنى لطيف اخر شو هو لا مش خفاء السبب حقيقة ولا ادعاء بل بل استفضاعا للسبب بحيث انه يخفى عنك فيكونك الخفي مثل قول المعصوم عليه الصلاة والسلام مصيبة ما اعظمها يعني كأنه يقول لك اعلم ان ما حل في كربلة غير معقول سببه غير متمكن انت متمكن انت من تصوره وخير دليل على ما اقول قول الله تبارك وتعالى قتل الانسان ما اكفره وربك سبحانه لا يعجب لا يعجب وهو الخالق المحيط عز وجل اذا هنا بيروح للمعنى الثالث شو المعنى الثالث ان التعجب لا بالضرورة ان يكون لخفاء السبب حقيقة او ادعاء بل يكون لاستفضاع السبب لاستغراب للشدة في الاستغراب ليس لدى المتكلم بل عند المخاطب يعني الصادق عليه الصلاة والسلام ما خفي عن علمه ما حل في كربلة حقا والله عز وجل والعياذ بالله لا يعتريه شيء وشك وحتى يعجب ويتعجب او يقال فيه خفاء السبب انما استفضاع لك المخاطب والرجاء وهو الميل للحصول برجاء الحصول تعلق النفس والشوق الى غير الموجود طمعا في حصوله ويكون الرجاء غاية غالبا في الممكن حصوله في الممكن حصوله بل وانت تعبر هذا التعبير العادي فيها المرجو حصوله المرجو جيد واكثر استعمالاته اكثر مش حصرا بعسى وبلعل لعل الله يرحم مي عسى الله يأتي بهم يأتي بالخير قال ويكون برب ولعل وعسى مثلها وكمل خبرية كمل خبرية عسى لا من الأفعال أفعال الرجاء سمى أفعال قرب الحصول ايه تعمل لا ايه 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 صح 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 هي نفس العمل نفس العمل بيفرقوا بيفرقوا بالمضامين بيفرقوا بين الحصول قرب الحصول بيفرقوا بإمكانيته وهكذا بأصموهم إلى مجموحات كامل خبرية تحرزا عن كامل استفهامية وهي كثيرة الاستعمال كامل خبرية اللي هي تكون من قبيل كم كتاب أو كم كتابا قرأت وبكم رجل مررت بكم الخبرية يقول أما المدح والذام فيكونان بنعمة وبئسة وما جرى مجراهما من قبيل حبذة ولا حبذة وزد عليها القسمة الثالث شوه الأفعال التي صيغت واشتقت من أفعال لازمة من أفعال لازمة تدل على السجايا والطوايا من قبيل من قبيل كرمة ومن قبيل فهمة ومن قبيل شرفة جيد هذا الفعل بالأصل يدل على النفس ويدل على النية ويدل على السجية ولا يستعمل بهيئة الأفعال المفتوحة مفتوحة يعني لا يقال مثلا أنه أكل مفتوحة الثلاثي فلا يوجد قل ما يوجد في أفعال السجايا مثلها في شرفة نهما ما 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 هو هلأ قد يقال في فهمة أو في غيرها إنها من أفعال السجايا تجيبك سورة سفيها مثلا ولذا أنا قلت أكثر ما تكون أكثر ما تكون طيب طيب فهمة يا أخي فهمة هذه لماذا تكون من أفعال المدح بس فهمة هذه من أفعال الطوايا والسجايا كرم فلان ها لش بل تصير من أفعال المدح قال بما يزاد عليها تقول كرم فلان نفسا خبث فلان أصلا خبثت هم معدنا صورت أنت مش في مقام الإخبار لاحظ من حيث الشكل إخبار بس من حيث المضمون إن شاء مثل ما عرفتكم بالأمس عن حب ذا وعن نعمة نعمة الرجل علي أنا أريد أن أنشئ مدحا هذا بالمضمون لكن بالظاهر والشكل تراه خبرا تظنه خبرا قال وأما العقود وهذه ذكرتها لك بالأمس لكن في الإعادة إفادة وأما العقود فهي التي تستعمل فيها الجمل الخبريات بإرادة الإنشاء وتكون بألفاظ الماضي كقولك بعت وقولك اشتريت وقولك اشتريت نينتنا استعملنا ألفاظ ماضية أفعال ماضية بعت واشتريت المقصود فيها أبيعك وأشتري سؤال على البال لماذا كانت العقود تجرى بصيار ماضية ومش بصيار استقبالية لما سيأتي معكم يوما ما في الأبحاث العليا وصول أو غيرها لأن استعمال الجملة الخبرية في الأمر والطلب آكد آكد مثلا لو سألت الإمام عليه السلام عن شخص ما تطهر ثم وجد حاجبا قال اغتسل وصل أو مثلا أعاد أو مضى هذه التعابير شو بتدلك بتدلك على أن الإمام عليه السلام أمرك استخد الآن خذ هذا المثال مثلا عم تسأل الإمام عليه السلام أنت عن عبادة فيقال لك أعاد صلاته شو يعني أعاد صلاته يعني أعد صلاته يعني أعاد صلاته يعني أعد أخبره فليعد ليش صارت الجملة الخبرية في دلالتها على الطلب آكد تعرفوا ليش خلي في بالك في شي نعم بس هي للطلب هي الجملة الخبرية الخبر هي خبر ليس طل ليس إنشاء أصلا لكن تستعمل هذه الجملة الخبرية في العقود في عقود كلها أخبار يعني عفوا كلها صياة خبرية بعت واشتريت وأجرت وقبلت وزوجت إلى آخر شكلهم شوني أخبار يعني أفعال أفعال ماضية أخبار يعني وهي التي يستدل بها على الإنشائيات يعني في مقام الطلب بعتك زوجت هذا المعنى استعماله في لغة العرب بالماضي من الأفعال آكد من استعماله في المستقبل منها ليش لأن الجملة الفعلية فيها تحليل ممنهج يقول إن الآمر إن الآمر طلب إليك وأكد عليك واعتبر كامتثلت ما وصل إليك فأخبر عن أنك فعلت فأخبر عنك أنك فعلت شوف أنش فيها دقة أعيد يسأل يسأل عليه الصلاة والسلام عن من شك في ركوعه وقد سجد يقول عليه الصلاة مضى شو يعني مضى امضي امضي لش ما قاله الإمام امضي واستعمل جملة خبرية مضى لأن الجملة هذه الجملة الخبرية هذه تتضمن فيما تتضمن طلبا بإمضي وتبني من قبلك بل وفعل من قبلك فصار فصار المخبر فصار عفوا الآمر صار مخبرا عنك أنك فعلت وهون يا أحباب وان بتشوفوا هذه بالدرجة العامة وين قلت صار شو صار حصل بس شو لازم تقوله انت تقوله أبشر أبشر فعل الأمر وعم يطلب منك طلب مثلا أنت تخبره تقوله أبشر يعني لك البشارة أنه سيحصل إذا أردت أن تعيده أكثر وأكثر وضوح عن شو بتقوله صار صار شو يعني خبر عن شو عم تخبر أنت كأنك عما تقوله طبعا هذا من باب النظير وإلا مش هو شيء على الطلب والأمر كأنك عما تقوله لبيت لك ما طلبت واعتبر الأمر قد حصل وأنا مخبر عنه كأني أراه خلاص أنا أراه أنه صار هو إخبار مراتي وعما العقود فتكون بالماضي كثيرة نحو بعت اشتريت وهبت وبغيره قليلا بغير الماضي من قبيل أنا بائع لك أنا واهب لك وهذه وين موردها الفقه وين في المعاملات إقاعات أنت طالق أنت طالق هي طالق إخبار وشه من خبري بس أوكد ما يكون في الإنشاء هي طالق وعبدي حر بوشه الله شو عم تخبر أنت أنك حررت العبد لا عبدي حر لا حر وعما القسم فيكون بالواو والبأ والله بالله والتأ تالله طبعا من باب الفائدة العرضية التأ خاصة بلفظ الجلالة لا يقسم بها بغير لض الله الله وإن وإن قال بعضهم والعهدة على الناقل إنه يقسم بها بذات الإسم الشريف وبالصفات المختصة وبالصفات المختصة يعني تالرحمن مش تالرحيم لأن الرحيم مشترك الرحيم مشترك بين العبد وبين المولى تبارك وتعالى بس الرحمن لا مثلا فقال بعضهم يجوز لكن الرد عليه بغرابتها وعدم سماعها سماعها بل والظاهر أن هناك في نقل شك أنه في نقل شك ويمن اقتصاد لفظ الجلالة وبغيرها نحو لعمرك ما فعلت كذا طبعا لعمرك هذا رد كبير على التوحيديين غير الموحدين بالدقة لما بحرم عليك القسم وبحرم عليك لا تشرك وبخاطبك بهذه الكلمات إذا قلت وحيات وحيات علي وحيات رسول الله لا تحلك إلا بالله عز وجل هذا المولى عز وجل حلف بحياة محمد صلى الله عليه وآله وبعمره المديد لأن كلمة عمر تعني فيما تعني الحياة المستدامة وأن يدوى من لحياة عظيم من عظماء الكون كمحمد بن عبد الله صلى الله وآله دامت حياته وعلى ذكره بذكر الله تبارك وتعالى فأقسم ربك عز وجل بحيات هذا الحبيب قال لعمرك هذا من القسم واللام توطئة اسمها موطئة للقسم للتوكيد إذا كانت مع القسم بصير اسمها موطئة للقسم إذن الواو مشترك ومثلها الباء بس الباء عادة يا أحباب لا تكون بغير فعل بغير ما يدل على القسم واليمين أحلف بالله ما تقول بالله أو التنضي بس بتقول والله لكن يصح يعني يصح بالله لا أفعل كذا وكذا لكن المأنوس في الأذهان والله وأما التعجب فيكون قياسا بصيغتين ما أفعله وأفعل به وذكرناها لك في النحو أن ما أفعله وأفعل به كلاهما فعل ماضي الأول ماضي والثاني ماضي على هيئة الأمر ماضي على هيئة الأمر تذكروا شو قلتلك الهمزة لهذا أفعل أفعل أي همزة هيا همزة مش همزة تعدي هذه همزة أزهرة أزهرة الشيء أنت تحكي عن نفسه وسماعا بغيرهما نحو لله دره عالما شو يعني لله دره كلمة كثير مادحة وكلمة كثير مألوفة هذا بيكون مدح للشخص وأصله مدح للفرع والأصل من الأصل الحليب ولذا تسمعها مني دائما حليب صافي ارتضع حليبا صافيا هذا بيكون مدح للفرع اللي هو أنت ومدح للأصل اللي هي الأم التي أنجبت لأن الدر المقصود به الحليب فدر حليبها هو الذي صنعك زكيا فلله دره يعني ما شاء الله هذا الحليب الذي شربه شوف حتى أنا سورة عم متعجب ما شاء الله عن حضن وما شاء الله عن أم وما شاء الله عن غذاء وعن حليب إلى آخره قل لله دره يعني لله هذا الأصل الذي أنتج هذا الفرع كيف تكفرون بالله وكيف تكفرون بالله من التعجب بس سيدة بسر اسم تعجب لغوي مش تعجب استلاحي وإذا أنت لك تعجب اللغوي حتى تجيبه بعبارة أعجب إن عجبت فلا أعجب حمد الله وأما الرجاء فيكون بعسى وحرى وخلولقى نحو عسى الله أن يأتي بالفتح وحرى اللي هي من من قرب الحصول يعني فعلا ومنه ما يقال حري بك يعني قريب منك هذه الصفة ولصيقة بك هذه الكمالات حري بك ومثلها خليق خليق بك ومثلها لائق يليق بك أن تفعل كذا حري بك وسعملها أنت بعبارة أخرى تقولها الأحرى بالأحرى جانب الأحرى يعني بالأليق وبالأكثر مناسبة جيد وخلولقى أيضا نفس الشيء هي أشبه بوزن مختص ومش الظاهر أنها مشتقة أو جذورها وحروفها هي من خالقه وإن كان لا يبعد هذا يعني من البداية وعلم أن الإنشاء غير الطلبي لا تبحث عنه علماء البلاغة شو لا تبحث عنه علماء البلاغة لاش ماء لا يبحث عنه علماء البلاغة لاش تأنيه علماء البلاغة لاش أدافت بالأمان لاش أدافت بالأمان إن رحمة ربك قريب من المحسنين إن رحمة ربك أو إن رحمة الله جيد كلامك كله صحيح بس أسهل من هذا أن تقول إن الفاعل بالدقة محذوف وتقديره جمع أو جماعة فإن قدرت جماعة أنثت وإن قدرت جمع ذكرت ولذا يصح أن تقول لما جاءني النساء كان فيهن عالمة سألتني عن كذا وكذا لما جاءني مش لما جاءتني النساء ليه يعني لما جاءني جمع النساء ولما جاءت الرجال زرافات ووحدانة الرجال جاءت ونساء جاء هذا بصير من لغة لم جاء لا هذا مش لغة لم جاء الفاعل محذوف هنا تقديره لما جاءتني جماعة الرجال وجاءني جمع النساء صح لأن أكثر لأن أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء ولذا لا نبحث عنه هذا الإنشاء غير الطلبي لأنه إن أردت ألفاظه وشكله فمبحوث في الخبر وإن أردت مضمونه فمبحوث بالإنشاء وإنما المبحوث عنه في علم المعاني هو الإنشاء الطلبي لما يمتاز به من لطائف بلاغية من لطائفة بلاغية؟ هذه من أبتجرش هون؟ ها بتجر بس ليش بش مجره هذه؟ ها مفاعل ها هذه منتهى الجموع ها ليش بسموها منتهى الجموع؟ ما عرفت يعني أنا شو أصدك أنت مشاعر؟ بس عفوا وأقصر شيء من العرب من الجموع ها نعم ها ها صح أنه بكون في أكثر من صيغة لأكثر من الجامعة الجامعة القلة وجامعة كثرة وجامعة الجامعة وجامعة وجامعة شو فإذا منتهى الجموع يعني وقفت مرش فيه مثل ما نقول العرب باستعمال صيغة المبالغة إنه إلها هيئات وثلاث أربع هيئات معروفات يعني فعال وفعيل وفعول وشو بعد؟ وفاعل فأحيانا بتجيك صيغة من صيغة المبالغة شو قول السماعية على غير قياس من قبيل صاروخ صاروخ لا فعيل موجودة فعيل سكير صديق خريت كما رأت معنا مرة ووقفت لكم وشرحت لكم خريت هذا الفن الشيخ الطوصي يعبر عنه خريت الصناعة الفيلسوف الطوصي مثلا كذلك فعيل موجود هذا الوزن بس فاعل؟ لا فاروق صاروخ ايه؟ لا لا غير عربي غير عربي غير عربي عجب اذا يتضح ان الانشاء الطلبية هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب ادى وانواعه خمسة الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء وفي هذا الباب خمسة مباحث وصلى الله على الخمسة الكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة